طلب أهل منطقة الشعب والطالبية وعدد من مناطق بغداد الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم وعدم من ثبتت إدانتهم بأعمال إرهابية راح ضحيتها الأبرياء من العراقيين مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة تدخل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتسجيل ما يتعرض له العراق من نكبات خلفت المئات من القتلى وآخرها حادثة الكرادة عدام كل الإرهابين كل من تلطقت أيدي بدماء العراقين ولكن أخص بالذكر الإرهابيين الذين قاموا بالتفخيخ والتفجير وخصوصا عرب الجنسية هؤلاء يجب أن يعجلوا بإعدامهم قبل غيرهم ومن ثم القانون يجب أن يأخذ مجرى وإلا سنبقى بهذه الدوامة ولا ننتهي بالأمس كانت كرادة وقبلها سوق عريبة وقبلها الدورة وقبلها علوة جميلة وإلى آخر وهذا المسلسل الدامي لا ينتهي إلا بإعدام هؤلاء مطالب المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الإنساني وكل الخيرين بالعالم توثيق الجرائم التي حدثت على العراقيين ورفعها للأمم المتحدة من أجل معاقبة تلك الدول الإرهابية معاقبات صارمة يعني وين دور المجتمع الدولي؟ وين دور المجتمع المنظمات الإنسانية العالمية؟ ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وجريئة من قبل رأسة الجمهورية ومجلس النواب للتصويت على القوانين تسهم برفع البورقراطية والإسراء بإعدام الإرهابيين هذا ما يراه مجلس محافظة بغداد على رئيس الجمهوري أن يكون أكثر جدية وعليه أن يكون جاد في حفاظ على أرواح الناس كونه الحافظ للدستور والمحام عليه وعلى البرلمان أيضا أن لا يجلس في اليوم أو غدا سوف تكون هناك جلسة خاصة بشهداء الكرادة وكل يوم يذهب الشهداء ونعمل جلسات خاصة ومناقشات لن تغني أو تسمين ولا تغني عن جوع أعتقد أن القرارات وتصويب القرارات ووضحها بمسارها الحقيقي والصحيح هو الحل الأنجع والأفضل للحفاظ على أرواح الناس رفع الخيم وإنهاء الاعتصامات يبقى مرهونا بجدية عمل المعنين في الحكومة من أجل احتواء موجة غضب الجماهير التي بدأت تتصاعد بعد التفجير الإرهابي الذي تعرضت له منطقة الكرادة دون أن تفتح الجهاز ذات العلاقة أي تحقيق بالحادث حتى الآن أو على الأقل بيان طبيعة التفجير الذي يراه كثيرون بأنه يختلف عن باقي التفجيرات من بغداد مونير الجبوري المدى